بيت مالي القدس هي الذراع الميداني للجنة القدس الشريف التي ترأسها العهل المغربية الملك محمد السادس هي مؤسسة إسلامية غير ربحية هدفها حماية الحقوق العربية والإسلامية في مدينة القدس الشريف بدأت وكالة بيت مالي القدس نشاطها رسميا عام 1998 وتتخذ من العاصمة المغربية الرباط مقرا لها ولها مجلس إدارة تألف من وزراء المالية في الدول الأعضاء وعددها 16 دولة تسعى وكالة بيت مالي القدس لصوني ودعم صمود المقدسيين للبقاء في أرضهم في مواجهة سياسات طمس معالم القدس وتغيير واقع المدينة الديمغرافي يشكل قطاع الشؤون الاجتماعية قطبا رحى في عمل الوكالة تنفذ الوكالة برامج لدعم الشباب والرياضة وتقدم العون للمؤسسات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة كما تقدم مساعدات إنسانية مختلفة هذا وتولي الوكالة اهتماما خاصا لدعم قطاع التعليم من خلال تعميم المنح الدراسي على الطلبات المستعقين لمتابعة دراستهم في الجامعات والمدارس والمعاهد العليا في فلسطين وكذا طلب المقدسيين الراغبين في متابعة دراستهم بالمغرب إلى جانب دعم البحث العلمي وتعمل وكالة باعتمال القدس أيضا على بناء وتجهيز المدارس وتوفير اللوازم التربوية والكوادر التعليمية وفي قطاع الصحة توفر الوكالة الأجهزة والمواد الطبية وتتكفل بتحسين وتطوير الخدمات الطبية ودعم توفير الأدوية وتكفلت الوكالة خلال السنوات الأخيرة بإعادة تأهيل وتجهيز عدة مستشفيات في القدس تشمل برامج الوكالة أيضا عدة مجالات أخرى مثل قطاع الإسكان حيث تدعم وتمول برامج قروض السكن وإعادة تأهيل مباني القديمة كما تقدم قروضا صغيرة لترميم بيوت العائلات المقدسية المحتاجة وتحسين ظروف سكن الفقراء والمعوزين حيث قامت عشرات المساكن لهصر مقدسية وتساهم وكالة بيت مال القدس أيضا في تمويل مشاريع التمكين الاقتصادي وخلق دورة اقتصادية للمقدسيين أما في الجانب المتعلق بصون الطابع الحضاري والثقافي فقد نفذت الوكالة عدة مشاريع لصيانة المسجد الأقصى وصون طابعه الإسلامي وتأهيل مداخل وباحات وأزقة المدينة القديمة وفي إطار حماية التراث الثقافي والعمراني انشأت وكالة بيت مال القدس المركز الثقافي المغربي بيت المغرب بهدف التعريف بالإسلام والثقافة الإسلامية القائمة على التسامح والحوار مع الآخر ليكون نواتا للحوار والاحتضان المبادرات والمشاريع التي تعزز روح التسامح والتعايش بين الديانات والحضارات الإنسانية كما كانت القدس الشريف دائما حاضنة للتعددية والتعايش بين الحضارات ترجمة نانسي قنقر